سلام عليكم لبنات كديرين بخير لبس عليكم أمركم هانيا نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد مع وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم حلوية اللوز بعجينة واحدة سنخرجوا 5 ديال الأشكال ان شاء الله سيكونوا راقيين وساهلين وستتبعوا معي المراحل وان شاء الله الفيديو ستشرح نفسه وتبعني من الأول نبدأوا كيف العادة كما تشوفوا أنا هنا ان شاء الله لاني باش نختصر الفيديو أنا حطرت العجينة من قبل خاصة باللوز العجينة اللي فيها كيلو ديال الطحين خاص بالحلويات كنديرو في قصرية وكنضيف عليه جوجمع القات كبار ديال السكر غراسي مع قبصة ديال الملحة جوجمع القات ديال الزيت مع رابعة ديال الزبدة أي زبدة كتختارو إما مارغارين أو ديال البواطة ولا كتختارو زبدة سبيتيا كيبقى ليكم حرية الاختيار وكننخلط الكاز ديال العنبة ديال الزهر وإلا ما كفانيش ذاك الكاز كننضيف الماء عادي من روبيني وكننخلط ذاك العجينة حتى كنحصل على عجينة اللوز ديك الساعة كنخليها ترتاح لي في البلاستيكة وكنخليها باش مكتنشف لياش موالو صفي هدي بالنسبة لجينة ديال اللوز وبالنسبة ديال العقدة العقدة سهلة وبسيطة فيتلي حطها معكم في فيديو سابق كعندي هنا كيلو ديال اللوز اللي تحنته مع نس كيلو ديال ساندة إما كنطحنه في الضار كنديرو لطحنة اللولى غير اللوز بوحدو بعد كنديرو لطحنة الثانية ساندة كنخلطوه مع بعضياتهم أو كنخرجوهم ديالالات اللي خاصة عند موالي الماكينة الكبيرة كنطحنوهم زيان هدك الماكينة كبيرة كنطحنوها دقة واحدة كنجيبوه للطار كنضيفو عليه جمع القات كبار ديال الزبدة كنضيفو عليه الزهر وشوية ديال القرفة صفي هدي هي العقدة وهدي هي العقدة وهدي هي العجينة بطريقة مبساطة عندما كتشوفو ان شاء الله غدي نحضر معاكم الشكل اللي ورها هنحضر هنا كعب الغزال وهذا كنجيب العجينة كنطلقها كنطلقها فوق سطح العمل وكنجيب داك الألة خاصة بالطوراق كنورقها في الجيهة اللي رقيقة وكنسرحها هنا وكننعودها بالدلاك وكنحتاج جرارة صفي وكنحط عقدة ديال اللوز اللي كتكون عندي فيها 14 جرام انا وزنهم 14 جرام صفي كان هز ديال العقدة ديال اللوز وكنجيبها كنحطها في العجينة بشكل ادي وكنتكن نقوسها وكنبقى نطلق بشوية بشوية حتى كنشكلها على شكل هيلل وديك الساعة كنعطيها الفورما اللي بغيت كبيرة ولا صغيرة صفي كنجيب هنا المنقاش بشكل عادي كننقش من الفوق وعود كننقشها من التحت طريقة ساهلة ممكن اي وحدة تديرها اي مبتدئة وهنا راني بديت كننقش فيديو رهبين ايو هادي الطريقة وان شاء الله غادي تتبعوا الفيديو انا كنعود معاكم وحدة اخرى نفس طريقة كننهز العقدة دية اللوز فيها 14 قرام صفي كنحطها وكنسرح لجينة لدوسها في الماكينة خاصة بالتوراق صفي كنحطها تمامايا وكنشكلها لشكل هيلل كنعود نهز وحدة اخرى نفس طريقة وكنقرب عليها لجينة وكننقض بهكا بالاصابيع ديالي بمساعدة ديال الدقيق باش ما كيتفقاش تلسقنا لجينة وكننشكلها بحلاكا بصبعاني كنبركم زيان باش ما كتتحلش ليا وكنجيب الجرارة وكنقطعها صفي ولي سايبتها كنبدا نحط هاكا طفهم من بعد من ساليهم إن شاء الله غادي ندوز ثاني نقشها بالمنقاش اي منقاش عندكم اللي خاص بالكعبة حتى كان سالي دوك الحبات كاملين وإن شاء الله هندوزوا ثاني الشكل الثاني ممكن اي وحدة تديرها حتى المبتدئات طرقة جيد سهلة دائما العجين اللي بقى لنا ما كنلوحوش كنحتفظو بفرميكا باش ما كنش في لناش صفي وهم منقاش كما قلت لكم كنبقى نجر شوية من هاديك اللي هزيت فيها كنرجع لها حتى كنساليهم كاملين نعم تاني نقشهم من الظهر ديالهم بالمنقاش وباش كنعطي هاديك الفورما هادو كلين نقشتهم بحالة كنسدهم بها الطريقة باش كي يجوني بحال شكل بحال شكل تاج بحال هك ها هاديك عبا صغيرة شوية مشي ديك الكبيرة ممكن تديرو حتى 16 القرام كيبقى لكم القرام حسب اختيار كما قلت لكم أنا ديرانها غير 14 ممكن تكبروها ممكن تصغروها كيبقى لكم اختيار صافي دبارا نسالي دك شكل خاص بسميتو بالهلال لشكل كعب غزال ان شاء الله ده بغا ندوز لشكل تاني تهوى نفس الطريقة نفس العجينة كنجيب هنا ديك الورقة اللي خاصة بالطورق كندوز فيها العجينة باش كتجينا رقيقة صافيك نقطعها على شكل مربعات كنجيب هنا واحد الحربول اللي ديرا فيه 14 قرام هندير معكم شكل هنا ديال دبليج تهوى باللوز انا القياس خذيت 14 قرام هاد الحلوية ان شاء الله اللي غادي نقدم معاكم اليوم عندي القياس هو هذاك كلهم فيهم 14 قرام بالنسبة للكعك وبالنسبة لدبليج وبالنسبة لأشكال الاخرين ان شاء الله اللي باقينا غا نحط معاكم تهوى نفس القياس انا خذيت 14 قرام صافيه هنا كنديل شكل دبليج ساهل كنهزو لجينا كنطلقوها وكنجيب واحد الحربول ديال لوز اللي كتلكم فيه 14 وكنبرك هكا بيدي وكنجمعو كنلاقي حتى كي يجمع لي باش ما كيتحلش ما كانحتاج لندهنو لتشي حاجة كانبركو عليه غير هكا بيدينا صافيه كنشكلو وكنحطو طريقة جيدة ساهلة كنشدو ذاك الحربول هكا كن نديرو بحال شكل اصبو كنحطو هكا كنبركو عليه هكا بسبعنا بشوية بشوية هكا نقضو مع العجينة وكننزو جرارة وكنقطعو هاي بشوية ما كانبسطوش بزاف صافيه كانحلو ديك الجيهة اللي كانخليو العجينة شوية شيطة وكنجيب الجيهة الخراكة اللقيها فيها وكنجمعو بها الطريقة وكنبقى ندور التبلج حتى كنسلو ديك الجينا كامل لنا بنفس الطريقة وكنجيب هنا المنقاش وكنبدا نعطيها نقشو بش كيعطيني جمالية اكتر وكيجي راقي فشوفا ممكن ما تنقشوش كيبقى لكم الاختيار ممكن تخليو سامبل وان شاء الله مني كيطيب قبل ما كتدخلوا الفران كتضغط صولو وجه ديالو بأبيض لبيض صفي وكنجيبو المنقاش بشكل عادي كنبقى نقشوه حتى كنسلو ديك الحبات كيعملي اللي عندي بنفس الطريقة صراحة مني كتنقشوه كيجي رائع اكتر كيجي في منظر جميل سهلا كنبقى ندورو فيه غيب الأصبوع دينا تكنسلو المنقاش كيجي بحال هكا نعود معاكم باش تكون الطريقة واضحة كتر وكننقص من ديك لجينا لجتني هكا كبيرة كما كتشوفو ورا الفيديو شرح نفسه سهلا ممكن اي وحد تديرها وحتى المبتدئات سهلا نقلب العجينة على الظهر ونبرك عليها قليلا بالأصابيع سهلا 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 من العجينة ونلاقيها معها سهلا بشكل بشكل اشتركوا في القناة 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 باش نشرح لكم اكتر باش يكونش تشرح واضح سوف يدز هنا لشكل ثالث تا هو وراني اطلقت هنا العجينة دائما بالوراقة واجبت هنا واحد لقطعة على شكل دائري باش نطبع بيها باش نطبع بيها بحل هاد دوائر دائما كتكون بقياس واحد وادين نطبعها كاملة هكا وان شاء الله يكون هاد الشكل الثالثة هو بالقرقاء كي يجي رائف شوفا كي يجي راقي كي يستحق جريبة وساهل ما كي ياخدش تهوة مجهود اكتر سوفي هاد الزوائد ديال العجينة كنحيدهم بحاكا وكنجيب واحد البلاستيكا وكننخزنهم فيها باش ما كينشفوش ومني كنبغيها كنعود ثاني نطلقها ونجبت القويرات ديال اللوز كما قلت لكم قياس واحد كنجيب دوائر كنكركبهم بحال هكا وكنحطهم واصدق الدائرة ديال العجينة فيهم اه 14 لقرام دائما القياس كي يكون متساوي باش ما كا تجيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة قياس واحد هنبقى هكا حتى نكمل هديك اللوز كامل وصل العجينة وكنبقى نجمع لها كنهز ديك العجينة البيضة كنردها فوق اللوز بحال هكا وكنبقى ندور هكا الكورة مزيهان ساكي تغطى لي اللوز ما كيبقى شيبان وان شاء الله تشوفوا معنا الطريقة ديال تزين بنجيب حالة سليلة نشكل مختلف نشكل مختلف ونكمل الكويرة اللي بقاولية حتى هما بنفس الطريقة لما درت معكم في الأول صف ويجبت هنا أبيض لبايد ويجبت هنا وواحد البانسو وكان هزك الكويرة اللي عندي فيها الحشوة دياللوس كان بقى ندير ملي من أومن ليسر باش تشتلي هذيك القرقعة لكشي لاش كان ديره أبيض لبايد صف ويكان دهنو غير جوانيب صف ويكان نجيب هنا القرقعة اللي كيكون كبير ممهرش وكان نقسمه حدا على جوج النص صف ويديك الجوانيب لقدرت فيهم أبيض لبايد كان لسق فيهم ذاك القرقعة بحال هاكا طريقة ساهلة وواضحة بحال هاكا وكان نجيب المنقاش وكان بدا ننقش فيها من الفوق ومن جناب حتى كان سالي الدورة كاملة بحال هاكا وكان نجيب دائما طحين حدانا كيعاوننا في الخدمة باش ما كيلسق لناش لمنقاش وحتى ذيك الكورة ما كتلسقش لنا دائما كيكون حدانا كيعاوننا في الخدمة تهوى بحال هاكا ساهلة دائما كنهزو كنجرو كنهزو من هذيك اللي حبسنا فيها بحال هاكارة ساهلة كتجيب حل شكلة سليلة سهلة شكلة سواء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة نضع الكويرة جيدة و ننقذ بركم جيدة و نعاون دائماً بالطقيق لن تلسق و نقوم دائماً بالأصابيع لن نقوم بمقادة و لا يبدأ نبقى نسال الكويرة كاملة ننزل لهم و ننزل معكم للشكل الأخير و بالنسبة لك الفراغ اللي كي يبقى وصل القلب مني كان نطيبوها و نخرجوها كان نعمروها بالعقيق أو بأي حاجة كيف ممكن تخليوها عادية غير باش كتعطي جمالي أكتر هادي مجرد فكرة و كي يبقى لكم الاختيامة أنا اقترحت لكم كيلو دياللوز نخرجو منو أشكال عديدة يوض منديروش كل واحد كان فضل نخرج منوش كيلات متنوعة واللي صعيبت كان بقى نحط هنا يا حتى كنكمل ديك الكمية كاملة اللي عندي هدو مشكلة دياللوز بعد مسالته و ان شاء الله غا ندوز معكم هنا للشكل الخامس والاخير دائما بعقدة دياللوز جبت هنا لأجينة دياللوز اللي ذكرت معكم في الأول دائما كان نطلق بالوراقة وسرحتها هنا فوق سطح العمل و طلقتها و جبت واحد الحربول دياللوز تهو حربلته و حطيت وص منو وص لها جين و كاللفة لها الجينة بحلا غا ندير شي شي قاطيب هنا ديالل بودان بحلا هكا بحل شكل الباقيت كي جينة طويل هدية دياللوز كنحربلها كنشكلها بحل هكا و كنحطها وص لها جينة و ان شاء الله هاد شكلها يكون على شكل بليغة اللي كانت جيتها هي زوينة بحلا هكا نحط و كنقلب عليها لجينة و كنشكلها على شكل حربول و كنجيب أبيض لبيض باش كتبت ليه ما كتحلش كنلسقها بزيان بيه صافي و كنلف عليها لجينة بحال هكا بحال هكا ضروري كتكون مقادة و كنحرب لها ما جيش و جيها غليضة و جيها رقيقة كتجيني مقادة و كنجيب هنا واحد سيكين كن بدا نقطع بحال هاتشكل بشكل مائل كنقطع بشوية و كيجو متساويين بتكن سليدك الحربول كامل بنفس طريقة ضروري جو متساويين بحالكة و غن ندوز باش نشكلها معاكم على شكل بلغة هنجو ما كتشوفوا قدامكم الفيديو كنهز بحالكة و كنبرك من القدام باش جيني أعطي الفورمة ديال بلغة و كنبرك من الظهر ديالو فاديك العقدة ديالوز باش كتجيني ديك الفورمة اللي بغيت بحالكة سهلة الأسهل ما يكون كنغطسي ديالوز دقيق باش ما كيسقليه ديك العقدة ديالوز في ديالوز و انا كنبرك مزيان حتى كنتقد نفس الشيء حتى كنسري ديك الهجينة كاملة بنفس طريقة و ان شاء الله من بعد ندوز باش ننقشها باش كتجيني مزيانة طريقة جد بسيطة ها هما بعد ما شكلناهم كاملي أدوهما الحباز اللي صايب دابا دائما كنساعد بالدقيق كما قلت لكم كنبدا نبرك مزيان باش كتتقدلي من الظهر ديالها و كنعطي هذيك الفورما اللي بغيت و كنجيب هنا المنقش و كنبدا ننقش من الجناب و من الوسط بحال هكا انا كنقرب لكم باش تشوف تمنى تكون الصورة واضحة بحالكة كننقش في الول الوسط و هو الاول عاد من بعد كندوس الجناب كنقبط في الجهة اللولة و كنبقى غادية معها من التحت و كنعود نزيد من الجناب باش كننقبرها شوية فننقش بحال هكا و كنستمر هكا حتى كنسليدو كل حبات كاملة اللي عندي و بنفس الطريقة بالنسبة لهذا العجينة ديال اللوز اللي حضرت معكم ما غاديش نطيبها في نفس النهار كما كان عرفو حلوية اللوز كلها ضروري كتبات ليلة كاملة باش كتنشفلينها و الغداليه ان شاء الله كنطيبها في الفران انا ما غاديش نحتاج ان شاء الله انتقبها بشي برا ولا شي حاجة لانه الا كانت منقوشة ما كانحتاج لبرا باش كتنفصلينها باش مكت ترتقش العقدة ديال اللوز بالنسبة لي انا ما غاديش نتقبها كما قلت لكم لانه النقش كيخليها منين تنفس ولما كانش عندكم منقوشة حلوة اللوز ضروري كنديرو فيها تقيبات باش كنخليولها المجال فينما كت ترتقش لنا نتمنى تكون طريقة واضحة و ان شاء الله منينسى لها غا نوريكم الشكيلات اللي حضرنا اليوم طريقة جيد سهلة من كيلو ديال اللوز كنقدر نخرجو اشكال متنوعة كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل نهائي ديال حلوة ديال اللوز اللي قدرت نحضر معاكم بكيلو ديال اللوز حضرنا خمسة ديال الأشكال شكل بلغة و شكل ديال دبليج و شكل ديال حلوة ديال اللوز اللي بالقرقع و شكل ديال القلب و هادي الكعبة اللي قدرت لهذا الشكل بحل شكل تاج هادي هم الشكلات نتمنى يعجبكم و الطريقة تكون واضحة و مشروحة كتر و كيف العداء ما تنسوني شمالي لايك و تشتركوا في القناة و تفعلوا الجرس باش كي وصل لكم كل جديد و نشكر الناس اللي تحقوا بيك نقول لهم شكرا ألف شكر لكم اشتركوا في القناة و تركوا في القناة و تقوسوا في القناة